احوال تقس تأتيكم من قناة الشروق مشاهدنا الكرام اهلا بكم الاتراب الجوي لميز المناطق الشمالية للوطن سيبقى يستمر على مدن الهداب العليا الغربية وشمال الصحراء وحسب مصلحة الارصد الجوية الى غاية تسعة صباحا من نهالغد تبدأ تحسن اجواء ان شاء الله احوال تقس لنهالغد بحول الله نرتقب اجواء قليلة سحب على كافة المناطق الساحلية والمدن الداخلية الغربية هذا سحب ستكون اكتر كتافة على المدن الداخلية الشرقية والهداب العليا الشرقية ايضا مع مرفوقة بعض القطرات من الامطار من حل لآخر بينما تقس يبقى غائم مرفوقة بامطار رعدية ستميز مدن الهداب العليا الغربية للوطن اذا نفس الوضعية الجوية تقس غائم مع امطار رعدية يميز كل من منطقة الواحات شمال الصحراء باتجاه السورة بشار والصحراء الوسطى لكن عموما اجواء مستقرة على الجنوب الغربي الجنوب الشرقي ايضا مرتفعات الهجار وتسليب باتجاه اقصى الجنوب الجزائري غدا ان شاء الله خلال الظاهرة تبدأ تحس الاجواء تدريجيا على المناطق الشمالية حيث نرتقب اجواء من مشمسة الى قليلة سحب احيانا على المناطق الساحلية هذه السحب تبقى كتيفة على المدن الداخلية ومنطقة الاوراس دائما مرفوقة ببعض القطارات من الامطار من حين الى اخر بينما يبقى التقس غائم على مدن الهداب العليا الغربية مرفوقة دائما بامطار رعدية نفس الوضعية الجوية تقس غائم مع امطار رعدية حتهم كل من منطقة الواحات باتجاه شمال صحراء صورة وبشار تبقى الاجواء مغشات جزئيا على الصحراء الوسطى لكن عموما الوضعية الجوية حتكون مستقرة سماء صافية ومشمسة على الجنوب الشرقي على الجنوب الغربي ايضا صحراء تزروفت مرتفعات الهوغار والتاسلي باتجاه اقصى الجنوب الجزائري عندنا ايضا زوابع راملية تنشط بجنوب منطقة صورة وعلى الصحراء الوسطى وهذا راجع الى رياح من معتدلة الى قوية احيانا درجة حرارة الدنيا خلال ليلة اليوم بحول الله نرتقب 10 درجات كأدنى حد حتميز كل مدن الهداب العليا للوطن 14 درجة على المدن الداخلية مقاييس من 17 و19 درجة حتميز كافة المناطق الساحلية للبلاد 14 درجة على منطقة الواحات نفس المقياس 14 درجة على منطقة ابن عباس 15 درجة على بشار 16 درجة على شمال الصحراء 21 درجة على تندوف 23 درجة على مرتفعات الهقار 24 درجة على كل من أدرار وإليزي 25 درجة حتهم كل من منطقة عين صالح وجانت مقاييس بين 27 و28 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على برج برجي مختار وعين قزام درجة الحرارة القصوى خلال ظاهرة الغد بحول الله ستعرف ارتفاع محسوس وهذا رجع إلى تسرب ريالتيارات جنوبية غربية مما تعمل إلى ارتفاع درجة الحرارة حيث نرتقي بـ 30 درجة مجهة وهران ومستغانم 28 درجة على الجزائي العاصمة تيبازا وابومردس 29 درجة مجهة عن ناباس كيكدالقالا وحتى بيجاية 22 درجة فقط على مدن الهداب العليا الغربية مجهة سعيدالبيد نعمال جلفة وتيارة أيضا 24 درجة على سطيف واباتنا 30 درجة مجهة قاسم تينا أم البواقي قلمة أيضا على تيزيوزو برج بوري ريج والبويرة 32 درجة على كل ممدية شلف غليزان مع سكر سيدي بالعباس وحتى تلمسان بالنسبة للمناطق الجنوبية عدنا 20 درجة على بني عباس 21 درجة على بشار 26 درجة على غدايا بريان والمنيعة 27 درجة على بسكرا وورقلا تقورت والواد 38 درجة على منطقة إليزي تنخفض إلى 36 درجة على جانات 34 درجة على تامن راسة نفس المقياس 34 درجة حتم صحراء تيزروفت 39 درجة بيعين سالح 34 درجة على تين دوف 40 درجة على عين قزام عين أزوات تيميوين واتين زواتين و 42 درجة كأعلى مقياس تحت الضل حيهم منطقة برج باجي مختار للملحة والسيد البحري غدا إن شاء الله البحر سيكون قليل الإطراب على كافة شريط ساحلي وفق رياح من شمالية إلى شمالية شرقية هذا على كافة أسواحي الجزائرية الوسطى الشرقية والغربية سرعة الرياح لا تتعدى 25 كم في الساعة هذا على طول أشاريط ساحلي نختم مشاهدنا الكرام نشرت اليوم بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزاء العاصمة ودواحيها غدا إن شاء الله الجمعة 30 سبتمبر 2016 شرق شمسة سيكون بحول الله في حدود ساعة السادسة و 42 دقيقة بينما الغروب سيكون على الساعة السادسة و 32 دقيقة للمزيد من المعلومات وتفاصيل فيما يخص الجو البيئة يمكنكم مشاهدنا الكرام تواصل معنا عبر المواقع الإلكترونية او دكر بها هي www.chorokonline.com او sur la page Facebook دياناليا meteo-16 الشوروك TV أشكرككم على طيب الإسراء والمتابعة ومسياتكم طيبة مع بقية برامة الشوروك تلكم حكرا حماgoing تعالى الآن كيفacyj جعلنا على طто حق ة شكرا